ليس أكبر من جرم السرقة سوى تضليلها وليس أفضع من سرقة قوة شعب يرزح تحت الفقر والأزمات سوى التسلل من باب القدسية للسرقة منه ماذا بعد أن تصبح المؤسسات الدينية مكانا للثراء الفاحش والمشاريع الوهمية والمليارات المهدورة؟ كل هذا لم يزعج القائمين على الأمر في العراق ولأن المتهم المدان قد يحاول إسكاة الشاهد تكمم الأفواه إن تحدثت عن الفساد المالي والإداري المتغول في الدولة هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية أصدرت قرارا بإغلاق مكتب قناة الحرة عراق في بغداد لثلاثة أشهر كعقوبة على تقرير استقصائي بثته القناة يسلط الضوء على قطرة من بحر الفساد الواسع في البلاد خصوصا في الوقفين الشيعي والسني ولسنا هنا في موقف الدفاع عن القناة التي نعرف تمويلها والغرض من إنشائها أصلا لكننا نستعرض المواقف الغريبة للحكومة والأطراف المدانة بالفساد تقرير القناة أثبت بالوثائق والشهادات تهم فساد بمليارات الدولارات على رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ قبل عامين فسرد التقرير سلسلة مشاريع ومهرجانات ورحلات خارجية أهدرت مليارات الدولارات من المال العام الهميم رد متوعدا برفع دعوة ضد القناة بخصوص ما عرضته أما الشيق الثاني فقد تناول الفساد المالي والإدارية في الوقف الشيعي الذي اتهم رئيسه على الموسوي قبل عام بالفساد ثم عرض مشاريع استثمارية شملت جامعات ومنتجعات ومستشفيات في كربلاء والنجف وتساءل عن ريعها والجهة التي تقف وراءها هذا الجزء أثار غضب قادة سياسيين وميليشياويين على حد سواء واستنفرهم للرد على التقرير لا بمهنية ولا بموضوعية بل بصيغة الخطوط الحمر التي لا يقترب منها أحد رغم أن القناة طلبت من تلك الجهات الرد على الاتهامات لتبرئة ساحتها ولم يكن هناك رد إلا إغلاق مكتب القناة في بغداد التي رأت من جانبها أن تقريرها يعد تحقيقا استقصائيا منصفا ومهنيا ومتوازنا مشيرة إلى أنه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك قرار الإغلاق لم يكن الأول من نوعه فقد أغلقت مكادب قنوات أخرى وكممت أفواه وكسرت أقلام بل وصل الأمر أحيانا إلى القتل لكن اللافت اليوم أن حكام العراق الجدد لم يكتفوا بتبرئة السارق المدان فحسب بل أفف القدسية عليه قدسية ربما ستجد يوما طريقها إلى قفص المحاكم لتقف إلى جانب من يدافع عنها اليوم وتلك من سنن الله في عباده ترجمة نانسي قنقر